موسيقى نشرة مفصلة للانباء من الميادين وتتابعون فيها موسيقى الاحتلال الاسرائيلي يسحب طرخيص ست مدارس في القدس ويعد دروس التنشيئة الوطنية الفلسطينية تحريضا موسيقى دعوات في العراق الى الحوار لحل الازمة السياسية والاطار التنسيقي يؤجل التظاهرات المدافعة عن الدولة الى اشعار اخر موسيقى استطلاع جديد لغالوب يظهر تراجع شعبية بايدن الى ادنى مستوى لها منذ تنصيبه موسيقى وقفة احتجاجية امام السفارة الامريكية في تونس تنديدا بتدخل واشنطن في شؤون البلاد الاحتلال الاسرائيلي يسحب طرخيص ست مدارس في القدس بسبب المضامين التعليمية في كتب المنهج الفلسطيني ووزارة المعارف الاسرائيلية تعد دروس التنشيئة الوطنية الفلسطينية تحريضا هنا محميد في الدرس الخامس من كتاب التنشيئة الوطنية الفلسطيني للصف الثالث يقوم التلاميذ بزيارة زميلهم نضال في بيته يخبرهم عن اعتقال والده بعد دهم قوات الاحتلال منزلهم ليلا هي قصة حقيقية من واقع الاطفال الفلسطينيين لكنها تعتبر تحريضا وشيطنة من زاوية اسرائيل بحسب قرار وزارة المعارف الاسرائيلية اسرائيل تحارب المنهج الفلسطيني لان تريد ان تحارب الوعي الفلسطيني تريد ان ينسى الفلسطيني هويته تريد ان يعيش الفلسطيني في هذه البلاد كما قلت زائر لا علاقة له لا بوطن ولا بهوية ولا بمقدسات وزارة المعارف الاسرائيلية قررت سحب ترخيص عمل لست مدارس مقدسية واعطاءها ترخيصا مؤقتا لعام دراسي واحد باشتراط تعديل مواد تعليمية تتطرق الى النكبة الفلسطينية وممارسات قوات الاحتلال العنيفة ومواد اخرى تفسر للطالب سيطرة اسرائيل وسلبها المياه الفلسطينية هي عملية تصعيدية في اجراءاتهم من اجل الفرض الهيمنة والسيطرة على التعليم في مدينة القدس من خلال اولا تكرار اغلاق مكتب التربية والتعليم من خلال تهديد المدارس الخاصة بسحب الرخص حتى هذه المدارس تخضع لارادة المعارف الاسرائيلية وان تعلم المنهاج الاسرائيلي نحو مئة الف طالب فلسطيني في القدس حوالى خمسة واربعين الفا منهم يدرسون المنهج الفلسطيني المحرفة المفروضة في المدارس التابعة للمعارف الاسرائيلية فيما يدرس نحو عشرة الاف المنهج الاسرائيلي بينما تمول بلدية القدس عددا من المدارس الخاصة وبذلك تضغط عليها في المضامين التعليمية كمدارس الإيمان والإبراهيمية المستهدفة اليوم السيطرة على الأرض تقسيمها وتفتيتها بواسطة الجدار والمستوطنات إفراغها من أهلها وتهويدها كل سياسات الاحتلال تلك ستفشل إذا منتصر الوعي الفلسطيني بالتربية الوطنية هنا محميد القدس المحتلة الميادين ومن القدس المحتلة مشاهدين تنضم إلينا عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الأستاذ رتيبا نتشا أستاذ رتيبا أهلا بك معنا إذن كيف يمكن أن نفهم هذه الخطوة الإسرائيلية تحت أي ذريعة ولماذا تلجأ إسرائيل إلى سحب التراخيص من هذه المدارس في القدس نعلم أن التعليم هو أحد ركائز أي دولة وتنشأت المواطن فيها وتنشأت الوعي لدى المواطنين وبالتالي الصراع على الإنسان كما هو الصراع على الأرض في مدينة القدس في محاولة لأسرلة التعليم لأسرلة الوعي وإنتاج إنسان خاضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية ويعتبر وجودها أمر طبيعي وأنه أقلية موجودة في هذه الدولة يخضع لشروطها وقوانينها فرض السيطرة على الفلسطينيين وعلى مدينة القدس لا يمكن أن يتم دون السيطرة على وعيهم وعلى وعي أطفالهم وهذه التنشأة وبالتالي عمدت إسرائيل منذ عام 67 منذ احتلت مدينة القدس إلى محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي كان هناك امتناع كامل من الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس وبالتالي تم الفرض بالقوة وبالإرادة الشعبية إبقاء المناهج العربية التي تدرس كانت في حينه المناهج الأردنية وإلى اليوم المناهج الفلسطينية وضعت سلطات الاحتلال العديد من الخطط لاختراق التعليم الفلسطيني كان هناك تشويه للمنهاج حتى فيما قبل أوسلو في المنهاج الأردني بحذف بعض المحتويات واستمرت في هذا الحذف والتشويه في المناهج الفلسطينية ولكن هذا لم يكن كافي بالنسبة لسلطات الاحتلال فهي تريد من التعليم ليس فقط أن لا يتطرق إلى دروس معينة أو أن تقوم بتشويه المنهاج وتزييفه وتحريفه وإنما أيضا هي تريد أن تخلق منهاج بديل يضعف الجيل القادم وأن يجعل منه مسيطر على وعيه بشكل كامل بحيث تهيئ المواطنين أو الأجيال القادمة لأن يكونوا خاضعين تماما بسلطة الاحتلال وأن لا يدركوا وجود الاحتلال وممارساته العنصرية هضياتي في إطار الصراع على الهوية أستاذ رتيبة نحن أمام صراع على الهوية الفلسطينية في مقابل هذه الممارسات من قبل الاحتلال لإفقاد الفلسطين هويته لأنه نتحدث عن صراع أجيال عندما نتحدث عن المدارس مئة بالمئة نحن نحكي هنا عن الصراع نحو المعرفة نحو الحقيقة نحو الرواية أسرائيل لا تكتفي فقط بفرض الوقاع على الأرض وأنها تريد تشويه الرواية ومحي الوعي والذاكرة الفلسطينية والرواية الفلسطينية وإبدالها بروايات صهيونية إخضاعية للمواطنين لحسب رغباتها ومطامعها هنا نأتي أيضا إلى سبل المواجهة أي سبل المواجهة ستنتهجونها بمقابل هذا التعنت الإسرائيلي والإصرار الإسرائيلي على سحب هذه الترخيص خاصة أنه أعطى مثلا مهلة لمدة سنة هذه السنة ستنتهي في نهاية المطاف أي خطة أي خطة عمل وضعتموها من أجل هذه المواجهة وأين السلطات الرسمية أيضا من مثل هكذا ممارسات إسرائيلية طبعا الخطة هي بحاجة لكياتف جميع الجهود سواء كانت أولياء الأمور سواء كانت الطلبة أنفسهم سواء كانت مدراء المدارس أم الفعاليات الجماهيرية والوطنية والرسمية في مدينة القدس بدون تكاثف هذه الجهود معا والإصرار على دفع مخططات إسرائيل لم ننجح في دفع هذه المخططات حتى اليوم نحن نجحنا بمنع الأسرة الكاملة للمنهاج الفلسطيني كانت هناك خطة بجعل كل المدارس ودرس المنهاج الإسرائيلي حتى عام 2023 الحمد لله الإختراق هو يعني ما زال ضمن أنا بحكيش طبعا أنه جيد أنه هناك إختراق ولكن ضمن ما يمكن استعادته والسيطرة عليه ومنع تدهوره أكثر من ذلك إذا تكافت الجهود ولكن هذه الجهود بحاجة إلى ميزانيات مقابل الميزانيات الضخمة التي تطرحها دولة الاحتلال لإغراء هذه المدارس وإغراءها بالديون ومحاولة إفراغ مدارسنا وخلط منها مدارس أخرى وبالتالي نحن بحاجة أيضا إلى دعم مادي لتعزيز صمود المدارس بحيث لا تعتمد ميزانيتها بشكل أساسي على هذا الدعم دعم مالي منعين الدعم المالي صراحة يعني هو مفروض السلطة الفلسطينية أن توفر ومفروض أن يكون دعم لنا المانحين لتعزيز صمود الفلسطينيين ودعمهم في موضوع المنهاج نحن رأينا في السنوات الثلاثة الأخيرة تعطل لدعم سلة التعليم في القدس تحت حجة أن هذه المناهج تحريضية وتم إيقاف العديد من الخطط التمولية التي كنا قد طرحناها وعبرنا عن أنها احتياج لمدينة القدس حتى وأن تكون الاستجابات تلبي 100% من الاحتياج أو حتى 50% من الاحتياج ولكن حتى هذه 50% من الاحتياجات تم إيقافها بشكل كل تحت ذريعة أن هذه المناهج تحريضية من قبل الدول الأوروبية نحن بحاجة اليوم المدارس الخاصة هي أمام خيارين خيار الاستمرار في أخذ الدعم من حكومة الاحتلال وبالتالي الخضوع لشروطها أو خيار أن تستبدل هذا الدعم بدعم آخر وبالتالي نحن بحاجة إلى تحشيد للدعم والأموال من أجل التعويض ومن أجل إسناد موازنات هذه المدارس التي ومعظمها وجلها يتبع لجمعيات خيرية وليست مؤسسات ربحية أو مدارس ربحية وأيضا نحن بحاجة إلى بناء المزيد من المدارس وتوسيع المدارس بحيث تصبح قادر على استعاب الأعداد المتزايدة من طلبتنا وحتى لا نجد أنفسنا أمام واقع مجبرين بأن نضع أبنائنا في مدارس التي تديرها بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية طبعا هذه الجهود فقط ليست الجهود المادية فقط نحن بحاجة لها نحن بحاجة إلى جهود أولياء الأمور وهو السلاح الذي نجحنا في السبع وستين باستخدامه لمنع تمرير المنهاج الإسرائيلي بمنع أبنائنا من دراسة هذا المنهاج سيدة رتيبة لأنه انتهى الوقت ولكن بقي عندي سؤال هنا أريد أن أدخل أكثر إلى هذه المضامين التي تزعج الاحتلال لأنه بما أن هذه المضامين تزعج الاحتلال أريد منك أن تعطينا شرح سريع ما هي هذه المضامين لكي نركز عليها أيضا في المستقبل في إطار هذه المعركة معركة لهوية طبيعة الحال يعني المنهاج الفلسطيني هو يعقس الواقع الفلسطيني المعاش تحت الاحتلال يعني يتم الحديث عن كتب الصف الثاني الابتداء اللغة العربية في درس وطن يسكن فينا ولا نسكن فيه والذي يجسد مأساة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان وفي الشتات بحيث أنهم فلسطينيين في الهوية ولم يروا فلسطين في يوم من الأيام نتحدث عن دروس تحدث عن الأسرة وخروجهم من السجن أو تعرض للاعتقال نحن نتحدث عن دروس تتحدث عن سيطرة الإسرائيليين على المياه عن محدودية الحركة وعدم استطاعة أبناء فلسطين عامة دخول مدينة القدس وكل إجراءات الاحتلال على الحواجز هذه ممارسات يومية الطالب يعيشها ويراها يوم بيوم وبالتالي هو فقط بحاجة إلى ملائمة بين ما يراه في واقع حياته وتفسير من المدرسة لما يراه وبالتالي ما يقلق الاحتلال بأننا نقوم بتفسير هذه النصوص وهذه الممارسات لأبنائنا في المدارس يسيء لهم التحدث عن النكبة الفلسطينية التحدث عن الاحتلال الإسرائيلي عن عسكرة الحيز الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم بسيطرته على كل مناحي حياتنا كفلسطينيين هذه الروايات ليست روايات بحاجة إلى فحص مدى دقتها أو صحتها فهي معاشة يوما بيوم وكل من يتابع الحياءة اليومية للمقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة يرى بأنها ممارسات يومية تمس حياة الطلاب ويعيشونها يوما بيوم ولأجل ذلك يجب التركيز دائما على هذه المضامين خاصة بالنسبة للأجيال المقبلة إن كان على المستوى الفلسطيني أو على المستوى العربي مشاهدين للحفاظ على هذه الهوية الفلسطينية العربية الأصيلة بمواجهة هذا الاحتلال شكرا جزيلا لك عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الأستاذ رتيبا نتشا حدثتنا مباشرة من القدس المحتلة يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء المتظاهرون من أنصار التيار توافدوا إلى داخل البرلمان بعدما عبروا الحواجز على جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء حيث دارت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية الرئيس العراقي برهم صالح دعا جميع الأطراف إلى التزام التهديئة وتغليب لغة العقل والحوار وأكد في بيان الحاجة الملحة إلى عقد حوار وطني صادق يضمن حماية أمن البلد واستقراره وطمأنة العراقيين وترسيخ السلم الأهلي كما شدد على ضرورة أن يبحث الحوار في جذور الأزمة التي شهدتها البلاد وأشار إلى أن الأوضاع العامة ومطالب الشعب العراقي تضع الجميع على المحك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا في كلمة له الكتل السياسية إلى الحوار والتفاهم وشدد على أن ألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة يسفك فيها الدم العراقي لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة فألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم والعلمواطنين إلى عدم نصدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن من جهته تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر وشدد على أن الأطراف كافة تتحمل النتائج مهما كانت وإلى أي اتجاه ذهبت وحذر في بيان من عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمر الاحتقان والتوتر في البلاد كما دعا جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن التيار الصدري يستخدموا ورقة الضغط في الشارع ضد خصومه السياسيين ومتظاهرون مناصرون للتيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء ويدخلون مبنى البرلمان العراقي وسط بغداد قراءة في الحدث الميداني الذي قام به أنصار الصدر لعبدالبدران لم يتأخر الصدر كثيرا ليبدأ خطوته التالية بعد استقالة نواب كتلته سحب النواب الثلاثة والسبعين لم يكن خاليا من غضب وإن لم يظهر في تعابيره المرتاحة أو بعبارات تغريداته لكنه ترجمه في الزحف المنظم لاقتحام المنطقة الخضراء ومنها لاقتحام مجلس النواب أراد الصدر أن يقول لكل الذين أوقفوا مشروعه إنه لن يسمح لمن عرقل مسيره أن يسير وبذلك فتح ساحة مواجهة مباشرة مع الإطار التنسيقي رغم أن علة التعطيل ما زالت عند القوى الكردية غير المتفقة على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية المواجهة مع إخوة الجهاد أو انصح وصفهم بدو القربة أقسى من المواجهة مع الآخرين إذ يعتقد الصدر أن تحالفه الثلاثي الذي كان بقيادته ورفض الالتحاق به تحت عنوان الأغلبية لم يكن إلا حسدا ومنعا له من تولي زمام المبادرة السياسية وليس تمسكا بمشروع التوافقية فقرر أن تكون جردة الحساب علنية وبلا مواربة وبالأسماء وعاجلة وورقة الشارع بجمهوره المنظم خيارا حاضرا مطروحا معلومة لاسترداد ما يعتقد الصدر أنه حق سلب منه المواجهة أمست واضحة وغابت الرمادية عن الخطاب السياسي وتطورات نافرة ومباشرة قد تكون نتائجها كارثية فهي المرة الأولى التي سينزل فيها طرف السجال السياسي من خانة الجمهور إلى الشارع بعدما كانت السجالات حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله بدران بغداد الميادين هذا وأعلن الإطار التنسيقي تأجيل موعد التظاهرات المدافعة عن الدولة ومؤسساتها إلى إشعار آخر وأكدت اللجنة التحضيرية لتظاهرات الدفاع عن الشرعية الدستورية أنها اتخذت هذا القرار بناء على بيانات قادة الإطار التنسيقي وتدخل شيوخ العشائر ورجال الدين وأشارت إلى ضرورة إعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنبا للفتنة أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن عملية المقاومة بإرسال المسيرات الثلاث دفعت إلى التعجيل في ملف ترسيم الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلة كما أكد خلال لقاء مع الإعلاميين أنه لا مساومة ولا تنازل عن حقوق لبنان الغازية والنفطية عباس الصبخ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يرفع اللاءات اللبنانية التي سيسمعها الوسيط الأمريكي في ملف تثبيت الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة أموس هوكستين وتبدأ من لا مساومة ولا تنازل عن حقوق لبنان ولا تطبيع بأي شكل من الأشكال في إشارة إلى رفض لبنان دور أي شركة دولية لتقاصم الثروة مع تلابي رئيس البرلمان اللبناني وفي لقاء مع عدد من الإعلاميين قبل وصول هوكستين إلى بيروت أكد أن عملية مسيرات المقاومة فوق حقل كاريش دفعت ملف تثبيت الحدود قدما وأكد أن الظروف الاقتصادية والأمنية لا تسمح بتمييع الملف في إشارة إلى تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأوضح أن الذهاب إلى النقورة أي إلى المفاوضات غير المباشرة أفضل من الذهاب إلى وضع مغاير بري كرر أن رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة متوافقون على العودة إلى اتفاق الإطار الذي لا يتمسك بخطوط ترسيم وإنما بكامل الحقوق اللبنانية وشدد على أن لبنان يريد حق لقانا كاملا وكشف عن رسائل للفرنسيين تستغلب إحجام شركة توتال عن التنقيب والحفر في البلوكات الغازية على الرغم من أن منطقة تلزيم الشركة الفرنسية تبعد 25 كم عن المناطق المختلف عليها بري استغرب حصار العرب للبنان في موازات الانفتاح على إسرائيل ودع الحكومة إلى التعامل بجدية مع عرض السيد نصر الله بشأن هبة الفيول الإيراني مذكرا أن نصر الله وعد بتوفير المازوت من إيران ووفا وفي سياق آخر كرر ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية أما في الشأن الداخلي فتمنى عدم الوصول إلى فراغ في سدة الرئاسة الأولى وكشف عن مسعى لعقد لقاء ثلاثي بين الرؤساء أو جمع الرئيسين ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي الأثنين واستبعد بري تأليف حكومة جديدة واصفا ذلك بالمعجزة قبيل وصوله إلى بيروت رسائل من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في ملف تثبيت الحدود الجنوبية البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة مفادها أن لا تنازل ولا تطبيع في هذا الملف الذي دفعت به عملية مسيرات المقاومة قدما عباس صباق بيروت الميادين أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن لواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري في قبرص تدريبات على القتال ضد حزب الله موقع ولا كدان تدريبات ترمي إلى محاولة معرفة كيفية مواجهة مقاتلي حزب الله في القرى اللبنانية وإجبارهم على القتال وجها لوجه وأشار إلى أن المهمة تتطلب معركة عقول أكثر من الجهد الجسدي وأوضح أن خلفية هذه التدريبات هي تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمنع إسرائيل من ضخ الغاز في منصة كاريش إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن سلاح الجو الأمريكي أوقف طلعات أسطول طائرات الـ F-35 في أعقاب معطن استثنائي خاص بالأمان وأشارت إلى أن القرار جاء في أعقاب تعطل نظام قضف الطيار خارج الطائرة إذا تعرضت للخطر والتي يمكن أن تسبب انفجارا في حجرة الطيار المراسل العسكري الإسرائيلي نعم أمير أشار من جهته إلى أن الأخبار من الجيش الأمريكي حول العطل أقلقت كثيرا سلاح الجو الإسرائيلي وباتت تشكل له معضلة كبيرة إلى تونس حيث نظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية تنديدا بتدخل واشنطن في شؤون البلاد ودع المحتجون الرئيس قيس سعيد إلى رفض قبول اعتماد السفير الأمريكي الجديد لدى تونس جوي هود الذي أدلى بتصريحات اعتبرت تدخلا في الشأن الداخلي في موازات ذلك وصف الاتحاد التونسي للشغل تصريحات واشنطن بشأن الاستفتاء حول الدستور بالتدخل السافر أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تريد الوصول إلى اتفاق نووي جيد وقوي ومستدهم وفي اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن الثاني شدد عبداللهيان على أهمية العلاقات الثنائية فيما أشار الثاني إلى مواقف إيران المنطقية مؤكدا أهمية المحادثات الهدفة إلى رفع العقوبات هذا وناقشت طرفان سبل التعاون المتعلقة باستضافة قطر نهائيات كأس العالم إلى اليمن حيث اتهمت صنعاء قوات التحالف السعودي الإماراتي بارتكاب أكثر من ثلاثة وعشرين ألف خرق أمني وعسكري منذ بدي الهدنة في الثاني من أيبرل نيسان الماضي وذلك قبل يومين من انتهاء الهدنة الأممية بعد تمديدها للمرة الأولى في الثاني من حزيران يونيو الماضي شهرين إضافيين أحمد عبدالرحمة الهدنة في اليمن تترنح على وقع أكثر من ثلاثة وعشرين ألف خرق عسكري أحصتها صنعاء للتحالف السعودي لإماراتي وقواته على الأرض منذ سريانها مطلع أبريل نيسان الماضي آخرها أكثر من مئتي خرق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خروق خلفت نحو واحد وستين شهيدا وأربعمائة وثمانية جرحا من المدنيين تركز غالبيتهم في صعدة وتوزع البقية على صنعاء والحديدة والجوف والتعز والضالع هذه الخروقات تدل على أن الطرف الآخر خاصة بريطانيا وأمريكا والسعودي والإمارات لا تريد أي هدنة عن الإطلاق وإنما تريد فقط أن لا نقصف منشآت النفط السعودية والإماراتية لأنها بحاجة إلى ذلك اتهامات مقابلة لصنعاء بخرق الهدنة من المجلس الرئاسي وحكومته بمعدل خمسين خرقا يوميا وفي رواية عضو المجلس ومحافظ مأرب سلطان العرادة خلفت تلك الخروق مئتين وخمسين شهيدا بينما في رواية وزيري الخارجية والإعلام والثقافة في حكومة المجلس نفسها لم تخلف سوى واحد وثمانين شهيدا وثلاثمائة وواحد وثلاثين جريحا روايات متناقضة تضرب أي صدقية لهم كما يقول مراقبون تحالف العدوان لا يلتزم ببنود الهدنة وأنه يظل يرتكب الخروقات وهو ما يؤكد عدم وفائه والتزامه بما يتفق عليه وعدم التزامه بتنفيذ هذه الهدنة ومع ذلك يريد الآن تمديد هذه الهدنة لمدة ستة أشهر إلا أن آلاف الخروق لم تؤثر في استمرار الهدنة التي حققت وفق صحيفة الثورة فترة هدوء نسبي هي الأطول بالنسبة إلى الحرب منذ أكثر من سبع سنوات برغم عدم الالتزام بأهم بنودها وتعطيل رحلات القاهرة وإعاقة رحلات عمان والاستمرار في قرصنة السفن النفطية واحتجازها والالتفاف على أهداف الهدنة في تخفيف المعاناة الإنسانية لا هدنة إلا بصرف الرواتب تقول صنعاء شرط واضح تضع من خلاله التحالف ووضعها المفاوضة أمام خيار واحد لا ثانية له إما قبول صرف الرواتب أو العودة إلى ما قبل الهدنة أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين فاصل ونعود أهلا بكم من جديد أظهر استطلاع جديد لمؤسسة غالوب أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بين مواطني بلاده انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه ووفقا لمعطيات الدراسة فقد أعلن 38% من الذين استطلعت أراؤهم موافقتهم على عمل بايدن في منصب رئيس الدولة مقابل معارضة 59 من المستطلعين لهذا العمل أما البقون فلم يرد على السؤال المتعلق بذلك ووفقا للمؤسسة هذا هو أدنى تصنيف لبايدن سجل في استطلاعات الرأي التي تنظيمها غالوب منذ تنصيبه في يناير كانون الثاني 2021 للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا التصنيف أو عن هذا الاستطلاع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الميادين محمد كريم أهلا بك معنا محمد عندما نتحدث عن استطلاع للرأي تجريه مؤسسة غالوب محمد بداية هل يمكن فعليا الاعتماد على هذا الاستطلاع الذي أجرته هذه المؤسسة بلا شك عبد الرحمن هذه المؤسسة تمثل واحدة من المؤسسات الرصينة في استطلاعات الرأي ولا يختلف هذا الاستطلاع كثيرا عن أرقام وبيانات أخرى قامت بها جامعات أمريكية وأيضا مؤسسات أخرى معنية بإجراء استطلاعات الرأي وعلى ما يبدو بالفعل أن الرئيس بايدن اليوم بات يغرق إنجاز التعبير في تدني وانخفاض معدلات تأييده وشعبيته داخل الولايات المتحدة خطورة هذا الاستطلاع تكمن ليس فقط في نسبة المتدنية التي وصلت إلى 38% وإنما أن القاعدة الديمقراطية التي قام الاستطلاع بأخذ رأيها حول أداء بايدن انخفضت فيها نسبة التأييد إلى أكثر من 7% داخل القاعدة الديمقراطية التي تؤيد الرئيس بايدن وهذه النقطة لعلها هي الأهم في هذا الاستطلاع هي ليس الحديث عن ثلاث نقاط على المستوى العام نحن نتحدث عن معدل سبع نقاط داخل القاعدة الديمقراطية طبعا لماذا؟ بلا شك التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الولايات المتحدة عبد الرحمن هو الأساس في أي مزاج للناخب والمستطلع الأمريكي هنا في الولايات المتحدة وهل يمكن الاعتماد على هذا الاستطلاع محمد؟ ارتفاع في معدلة هل يمكن الاعتماد في هذا الاستطلاع بالنسبة لنتائج المتوقعة في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي هذه الانتخابات التي باتت منتظرة خاصة من قبل الجمهوريين الذين يعاولون عليها كثيرا لقلب الطاولة على الديمقراطية الظروف الواقعية والراهنة اليوم في الولايات المتحدة من ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 7% وهي الأعلى منذ أكثر من 40 عاما الجدل الدائر ما بين إدارة بايدن وما بين الخبراء الاقتصاديين من أن البلاد بالفعل دخلت مرحلة الركود الاقتصادي تخلي بايدن وتراجعه عن وعوده الانتخابية في تنفيذها للشرائح واسعة من المؤيدين وخصوصا شرائح الطلاب الذين أوعدهم بايدن بأنه سيخفض نسب عالية ومرتفعة من الديون المترتبة عليهم بالإضافة إلى ذلك قضايا تغير المناخ هي بلا شك ستجعل من حظوظ الديمقراطيين في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ بمهب الريح عبد الرحمن هناك أرقام وبيانات تؤكد أن 75% من الأمريكيين هم من المتضررين من السياسات الاقتصادية لإدارة بايدن الراهنة منذ مجيئها وحتى هذا اليوم وهذه نسب مرتفعة جدا أمام لا حلول ولا خطط ولا أيضا حزم إنفاق اقتصادية لإنقاذ هذه الشرائح خصوصا الشرائح المتوسطة والشرائح الدنيا بل أن هناك انتقاد ليس فقط على الشق الاقتصادي وأداء إدارة بايدن للشق الاقتصادي بل سباق وتسابق أعضاء الكونغرس ومعهم إدارة بايدن والرئيس بايدن لصرف وتخصيص موازنات عالية للشق العسكري والميزانيات الدفاعية هذه الميزانية التي أقرت للعام المقبل والتي وصلت إلى 840 مليار دولار بالإجماع الحزبين وبمباركة من البيت الأبيض في حين لم تنفق أموال جزء يسير أو نسب ضئيلة من هذه الأموال لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الشراعح الواسعة من المجتمع الأمريكي عبر حزم اقتصادية تتعلق لربما حتى بالرعاية الصحية وبرامج الرعاية الاجتماعية وبالتالي هذه المسائل بلا شك جعلت من بايدن أن يتراجع إلى درجة كبيرة بل أن استطلاعا أجرته شبكة CNN قبل يومين عبد الرحمن أظهر أن 75% من الأمريكيين من القاعدة الديمقراطية وهنا نتحدث عن القاعدة الديمقراطية المؤيدة للحزب الديمقراطي وليس عامة الأمريكيين من الجمهوريين أو المستقلين هي لا تريد من بايدن أن يترشح لولاية رئاسية جديدة للانتخابات المقبلة عام 2024 وهذه أيضا نقطة لافتة وهي تؤكد استمرار تراجع شعبية الرئيس بايدن في هذه المسألة وبالتالي الانتخابات النصفية بلا شك حتى الآن ضمن المعطيات الراهنة عبد الرحمن لا تبشر بالخير للديمقراطيين في مسألة احتفاظهم بهذه الأغلبية وبلا شك أن الجمهوريين يستغلون هذه المسائل بل أن الجمهوريين يؤكدون أنهم سيقومون بمسائلة إدارة بايدن في المرحلة المقبلة خلال العامين المقبلين إذا ما حصلوا على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ على كل هذه الإخفاقات ويبدو أن الأخبار بالتالي السيئة تتوالى على الرئيس بايدن الذي بالمناسبة عبد الرحمن وصيب مرة ثانية فيروس كورونا عن عودة إصابته بفيروس كورونا وبالتالي الأخبار السيئة تتوالى عليه وبالتالي أجلت رحلته التي كانت مقررة إلى مقر إقامته في ولاية ديلاور وكذلك زيارته إلى ولاية ميشيغن للحديث عن برامجه الاقتصادية التي كان من المقرر أن تجري هذه الزيارة في الثلاثة المقبلة وبالتالي نحن أمام خطوة غير مسبوقة أن تأتي إدارة إلى البيت الأبيض بعد أكثر من عام ونصف العام ولا يقدر لها أو لا يحسب لها أو لا تحقق أي إنجاز لصالح الأمريكيين وهذا أمر لافت جدا يهدد إدارة بايدن ويهدد حضوظ الديمقراطيين في المرحلة المقبلة عبد الرحمن على كل حال مصائب الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الأيام لا تأتي فرادة شكرا جزيلا لك مراسل ميادين محمد كريم حدثتنا مباشرة من واشنطن حذرت الصين الولايات المتحدة رسميا من إعطاء سلطات تايوانية شرعية دولية ومن العواقب التي وصفتها بالرهيبة لأي زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وأشارت صحيفة جلوبل تايمز الصينية الرسمية إلى أن العواقب لن تقتصر على العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن فحسب بل ستمتد إلى الاستقرار في المنطقة أيضا الصحيفة نقلت عن مدير معهد دراسات تايوان قوله إن رد فعل الصين سيكون شاملا على الصعيد العسكري والديبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي التحضيرات الصينية تزامنت مع إعلان بكين تنظيم تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق فوجيان الذي يقع بين البر الصيني وتايوان وستجري المناورات في المحيط المباشر للسواحل الصينية في المضيق لا يمكن حثو احتمال أن تشعل زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان نزاعا مسلحا مع الصين من قائمة تبعات خطوة أرفع سياسية أمريكية تسافر إلى الجزيرة منذ عام 1997 يزداد الوضع تعقيدا من نسبة لواشنطن التي لن يكون سلوكها بإثارة التصعيد الأول في نوعه فكم من القادة زارو كييف قبيل العملية العسكرية الروسية وما كان حجم تسليح أوكرانيا هذا يشبه ذاك في ميزان المعاني والرسائل من ناحيتها تحاول الصين تجنب الصراع المباشر مع الولايات المتحدة منذ أربعينيات القرن الماضي لكنها في الوقت نفسه في موقف يمكن أن يكون خلاصا لها لناحية طرد الأمريكيين من شرق آسيا وأجبارهم على إخلاء قواعدهم العسكرية في اليابان وكوريا الجنوبية أهم حليفين لواشنطن هناك وبالتالي صعود بكين كقوة عالمية تصريحات المسؤولين في الصين تصب في هذا الإطار مع تحذير الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من اللعب بالنار فيما يخص قضية تايوان فيما نبهت صحيفة جلوبل تايمز الصينية الرسمية من العواقب الرهيبة لأي زيارة محتملة لبيلوسي عواقب لن تقتصر على العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة فقط بل ستمتد إلى الاستقرار في المنطقة أيضا الصحيفة نقلت عن مدير معهد دراسات تايوان قوله أن رد فعل الصين سيكون شاملا على الصعيد العسكري والديبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي الوضع الراهن يتطلب الحسم بالنسبة للصين التي استبقت الزيارة غير المؤكدة بالأعلان عن تنظيم تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان قبالة سواحل جزيرة بينكتان في إقليم شجان النقطة الأقرب إلى تايوان بالتزامن نشر الجيش الصيني على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيديو لاستعداد قواته علق عليه بعبارة استعدوا للحرب أسقطت القوات الروسية طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في منطقة كريفويراغ و13 مسيارة في مناطق متفرقة بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى أن القوات الروسية دمرت مدفعي هاوترز أمريكيي الصنع إضافة إلى رادار أمريكي في داناتسك وآخر في منطقة خيرسون هذا واستهدفت القوات الروسية وعدد من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية في منطقة خاركوف قالت صحيفة فاينانشل تايمز الأمريكية أن وحدة مواقف دول الاتحاد الأوروبي في موضوع العلاقات مع روسيا تقف أمام اختبار ثقيل وصعب على خلفية ازدياد التضخم والتدابير الممكنة لتوفير موارد الطاقة الصحيفة أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أظهر جبهة موحدة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلا أن دلائل كثيرة تشير إلى ضعف هذه الوحدة ولسي ما فيما يتعلق بمسألة الطاقة وتساءلت الصحيفة عن إمكانية مواصلة قادة الاتحاد الأوروبي في دفاعهم عن أوكرانيا أمام غضب الداعين إلى تخفيف العداء مع موسكو ألمانيا بدأت خطتها لتوفير الطاقة خوفا من نقص إمدادات الغاز في فصل الشتاء المقبل ففي العاصمة برلين بدأت السلطات بتنفيذ خطتها عبر أطفاء الأضواء في بعض المعالم الكبرى ونحو 200 مبنى رمزي مثل دار الأوبرا وقصر شارتنبورغ وعمود النصر كما خففت إضاءة قبة كاددرائية برلين هذا وفرضت روسيا عقوبات على 32 شخصا في نيوزيلندا ردا على العقوبات التي فرضتها الأخيرة على موسكو ومن الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الروسية قادتهم في القوات المسلحة البرية والبحرية ووزارة الدفاع وموظفون في البلديات وصحفيون وبحسب بيان الخارجية الروسية يحضر دخول هؤلاء الأشخاص إلى روسيا إلى أجل غير مسمى قالت وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لزعامة حزب المحافظين ليستروس إن السباق الانتخابي بين المرشحين للمنصب محتدم ومتقارب للغاية وأكدت أنها ستعمل على خفض الضرائب إذا فازت برئاسة الوزراء هذا سباق متقارب للغاية وأنا أقاتل من أجل كل صوت ما سأقدمه هو اقتصاد متنامن والمزيد من الفرص في جميع أنحاء بلدنا خفض الضرائب وإطلاق العنان لإمكانات الجميع في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا ما أريد أن يدعمني الناس لأجله إلى البرازيل حيث ودع الرئيس السابق لولا دا سيلفا مؤيديه للخروج إلى الشوارع دفاعا عن الديمقراطية ولمساعدته على الفوز في الانتخابات التي ستنظم في تشرين الأول أكتوبر المقبل ولحرمان الرئيس الحالي جايير بولسونارو الفوز بولاية ثانية دا سيلفا انتقد بولسونارو لتعامله مع القوات المسلحة البرازيلية كما لو كانت أداة سياسية تابعة له أنا أكبر سنا لكنني أفضل وأقوى منه بكثير وأتمتع بشجاعة أكبر لإنجاح هذا البلد تجربتي تمثل أهم ثورة سلمية في هذا البلد هو يسيء كل يوم للمحكمة الغليا والعدالة الانتخابية وإلى أولئك الذين لا يحبونه أولئك الذين لا يتغضون عن أفعاله لذلك لدينا مهمة وأنا أدرك أن من الممكن إصلاح هذا البلد لم أواجه أي مشكلة مع أي قائد اخترته ولم أواجه مشكلة مع القوات المسلحة لأن لها وظائفها المنصوصة عليها في الدستور في مؤشر واضح على تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية تعود العلاقات الكولومبية الفنزولية إلى طبيعتها بعدما حقق اليسار إنجازا تاريخيا بصعود أول يساري إلى سدة الحكم في كولومبيا محمد بو عبدالله يمد اليسار يده من كولومبيا إلى فنزولة ليقيم أواصر دبلوماسية غابت حقبة عن علاقات الدولتين المتوترة إبان حكم اليمين في كولومبيا قبل أن تصبح يسارية الرئاسة للمرة الأولى هي صفحة جديدة إذن تفتح في مسار علاقات كاركاس وبوغوتا بعد تبادل اتهامات بكيد كل طرف للآخر بمشاركة كولومبيا في تدبير محاولة إطاحة مدورو وبإيواء فنزولة منشقين كولومبيين ومعلوم أن كولومبيا اليمينية كانت على الدوام حليفا استراتيجيا لواشنطن في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكريبي وتوظيفها ضد الدول اليسارية هناك كانت تسيدا لسياسة العصى الأمريكية الغليظة كذلك تتجه البرازيل إلى إعادة انتخاب رئيسها اليساري الأسبق لولا دا سيلفا بحسب معطيات الظرف السياسي الراهن فهو الأكثر تأييدا للوصول إلى سدة الحكم لخلافة اليميني جاير بولسونارو ولا يقتصر على ظروف الداخل اجتياح اليسار لمعقل اليمين بل يأتي أيضا في سياق تراجع مشروع الهيمنة الأمريكي فواشنطن لم تعد قادرة على فرض إرادتها بالمطلق على مناطق النفوذ ولا يعني ذلك أنها بانتصار اليسار التاريخي في كولومبيا قد فقدت أوراقها كاملة هناك وفي دول أخرى لاتينية لكن نفوذها تقزم كثيرا برغم ما بذلته من مساعدات عسكرية واقتصادية وعلى خلاف التوجهات الأمريكية الرأسمالية يميل الرئيس الكولومبي الجديد جوستافو بيترو إلى زيادة الضرائب على الأثرياء في مؤشر على أن اليسار الجديد ماض في مناهضة استقواء المال والمصالح على السلطة ومع ذلك تبقى الأوليغارشيات أشبه بالخلايا النائمة إن أرادت واشنطن بعثها مجددا بأدواتها الناعمة والخشنة لاستعادة نفوذها المتقزم في منطقة تراها حديقتها الخلفية وذاك يكفيها سببا لاستباحتها بالتدخل وإن كانت في كل مناطق العالم تختلق للهيمنة ذرائع واهية قتل 25 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال في فيضانات ضربت شرق ولاية كنتكي الأمريكية حاكم الولاية أندي بشير أشار إلى أن مرحلة البحث والإنقاذ مستمرة وكانت قد انهمرت الأمطار يوم الأربعاء واستمر سقوطها لمدة يومين مما تسبب في فيضانات جارفة اشتاحت المنازل وغطت الطرق وأدت إلى فيضانات ملوحة المياه تؤثر في الانتاج الزراعي في قطاع غزة والحصار الإسرائيلي يفاقمان أزمة الملوحة بسبب حرمانه إنشاء مشاريع كبيرة تنهض بالقطاع الزراعي أحمد غانم عاما بعد آخر تتقلص أنواع المحاصيل التي يمكن لابي محمد زراعتها في أرضه بفعل تزايد ملوحة مياه الري إلى مستويات قياسية ملوحة تنعكس أيضا على حجم الإنتاج الزراعي الذي يتراجع بشكل كبير متسببا بخسائر مادية لا يستطيع المزارعون تعويضها بسهولة أستطيع أن أزرع أي صنف أريد مياه حلوة أنا مثلا لا لدي مياه حلوة أزرع مثلا صنف البندورة ممكن أن يأخذ مياه مالحة آه بمشي الحال بتنجان أشو منه لكن في أصناف حرم تزرعها لخيار أحرم أزرعه الشمام البطيخ أحرم أزرعه الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسبة ملوحة مياه الري قد بلغت 95% وهي مرشحة للارتفاع السحب الجائر للمياه من الخزان الجوفي وتسرب مياه البحر إليه فضلا عن استخدام الأسمدة الكيميائية أسباب أدت لارتفاع نسب الملوحة التي تسببت بتصحر مساحات واسعة من دون حلول جذرية منع الحصار الإسرائيلي تطوير البنية التحتية لقطاع المياه كافة وكل المشاريع التي شهدناها منذ عام 2000 إلى الآن منذ انتفاضة الأقصى إلى اليوم هي مشاريع لا تلبي أكثر من 5% من احتياجنا الحقيقي وأهم ما يعنينا هو أولا تحلية المياه سواء من البحر أو الآبار المالحة ثانيا معالجة وتكرير المياه العادمة لتكون بديل لمياه الري تسرب المياه العادمة أيضا للخزان الجوفي تسببت بارتفاع نسب النترات في المياه إلى ما يزيد وعلى 300 ميلي جرام في اللتر الواحد بينما بلغ تركيز الكلورايد في المياه إلى أكثر من 2000 ميلي جرام للتر وهي نسب تفوق الموصى بها في الصحة العالمية فضلا عن الملوحة يشكل تلوث المياه الذي بلغت نسبته 97% خطرا يهدد الصحة العامة في غزة وفق بيانات الأمم المتحدة التي حذرت مرارا من انعكسات أزمة المياه على الحياة برمبتها في القطاع أحمد غانم غزة الميادين إلى العنوين الاحتلال الإسرائيلي يسحب ترخيص ست مدارس في القدس ويعد دروس التنشيئة الوطنية الفلسطينية تحريضا دعوات في العراق إلى الحوار لحل الأزمة السياسية والإطار التنسيقي يؤجل التظاهرات المدافعة عن الدولة إلى إشعار آخر استطلاع جديد لغالوب يظهر تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوى لها منذ تنصيبه وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في تونس تنديدا بتدخل واشنطن في شؤون البلاد للمزيد من الأخبار والتقارير المشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين دائما باللغات الثلاثة العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة